في واحدة من آخر محاولة إنقاذ الاقتصاد الكوبي عقرت الجمعية الوطنية في هافانا قانونا جديدا للاستثمار الأجنبي يهدف إلى اجتذاب رأس المال الذي يحتاجه بشدة اقتصاد الدولة الشيوعية من خلال عرض خفض كبير للضرائب وتعهد بتوفير مناخ آمن للاستثمار القانون الذي يدخل حيز التنفيذ خلال 90 يوما يقضي بخفض الضرائب على الأرباح بمعدل النصف لتصبح 15% بدل من 30% كما يعفل مستثمرين من دفعها لمدة ثمانية أعوام رغم أنه يحجب الكثير من المزايا الضريبية عن الشركات التي يملكها أجانب بنسبة 100% وتخصص تلك المزايا لمشروعات مشتركة مع الدولة الكوبية والاستثمارات بين شركات أجنبية وقوبية في مجالات مختلفة أهمها الزراعة والبنية التحتية والسكر وتجديد المباني والتطوير العقاري ولبلوغ معدل نمو سنوي يتراوح بين 86% كما يأمل النظام تهدف كوبا إلى زيادات سنوية في الاستثمارات بواقع 25% إلى 35% مقابل 4.4% فقط في 13 ألفين وفق الأرقام التي نشرها المكتب الوطني للإحصاءات ويأتي تبني هذا القانون المرتقب منذ أشهر عدة ليحل محل مشروع يعود تاريخه إلى 95.900.000 ليراجع قانونا منذ الستينات في السنوات الأولى من انطلاق الثورة الكوبية قرر من خلاله في دالكاسترو تأميم كل الأصول الأجنبية في كوبا